قال بحثون من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أن العلماء وجدوا دليلاً على وجود بحيرة مندثرة للمياه النقية على سطح المريخ تصلح تماماً لدعم دورة حياة المايكروبات على الكوكب الأحمر وذلك خلال رحلة لمسبار كيوريوسيتي التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا وكانت البحيرة تقع داخل حفرة يطلق عليها اسم جيل كريتر حيث هبط المسبار في أغسطس 2012 ويرجح أن طولها كان 50 كيلو متراً وعرضها 5 كيلو مترات وإن تغير حجمها بمورر الوقت وأضف العلماء أن تحليلاً للرواسب التي جمعها مسبار كيوريوسيتي أظهر أن البحيرة ظلت موجودة لعشرات الآلاف من السنين على الأقل أربما أكثر ويظهر تحليل لعينتين سخريتين في المنطقة المعروفة باسم خليج يلنايف أن بحيرة المياه النقية كانت موجودة بينما كانت أجزاء أخرى من المريخ جافة أو تحتوي على برك صغيرة ضحلة حمضية مالحة لا تصلح للحياة وأضح العلماء أن هذه البحيرة تحتوي على مجموعة من الماكروبات البسيطة التي تتغذى على الصخور والتي يمكن العثور عليها داخل الكهوف في الأرض وفي قاع المحيطات وتوجد على سطح المريخ آثار جيلوجية نحتتها المياه مثل القنوات ودلت البحيرات وغيرها من الرواسب الأخرى وكانت دراسات سابقة أجرتها مركبات هبطت على المريخ قد قدمت أدلة متزايدة على طبيعة أكثر نفئا ورطوبة لماضي كوكب المريخ تشبه طبيعة الأرض خليط حسين رايترز